في وقت دخلت فيه الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة مع انعدام الأمل في وقف إطلاق النار عزز حلفاء أوكرانيا إسنادها بالسلاح على وجه السرعة خصص البنتاجون 100 مليون دولار لتزويد القوات الأوكرانية بأنظمة جافلين وهي جديدة ومضادة للدبابات هذه الزيادة على ما قدمته واشنطن من قبل فهي بالفعل قدمت 2 مليار و300 مليون دولار كمساعدة عسكرية لأوكرانيا منها 1.6 مليار مع بداية هذه الحرب وفي وقت سابق كشفت النيويورك تايمز أن إدارة بايدن قبلت نقل دبابات سوفيتية تحتفظ بها دول حليفة إلى أوكرانيا لكن لا يعلم عددها وتوقيت تسليمها أيضا في هذا الأمر لكن هذا الدعم يجري جزئيا في الظل لهذا يرفض البيت الأبيض تأكيد المعلومات التي أوردتها صحيفة النيويورك تايمز حول هذه الدبابات على هذا المنوال أكدت جمهورية تشيك وحدها مغادرة قافلة من الدبابات السوفيتية بالقطار إلى أوكرانيا بالاتفاق مع حلف النيتو من حيث المبدأ تظل دول البلطيق الأكثر تعبئة ولكن في مواردها محدودة فهي تسعى لتأمين حاجة أوكرانيا من الأسلحة الثقيلة لكنها غير قادرة على توفيرها أما بالنسبة لبريطانيا فكانت من أوائل الداعمين لأوكرانيا بالأسلحة فمن شهر يناير ألسلت ألفي صاروخ محمول مضاد للدبابات ومع نهاية شهر مارس أمدتها بأربعة آلاف صاروخ آخر وبحسب صحيفة التايمز يريد رئيس الوزراء البريطاني إرسال أسلحة أكثر فتكا إلى مدينة كييف كما طلب صواريخ مضادة للسفن لمساعدة الجيش الأوكراني في مقاومة الهجوم الروسي في البحر الأسود وتحت هذا الضغط قررت ألمانيا أيضا لانتقال إلى مرحلة جديدة بدعمها أوكرانيا منذ الأسابيع الأولى بمعدات من مخزونات القوات المسلحة الألمانية لكن في نهاية شهر مارس أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن احتياطاتها قد استنفذت بالفعل لهذا عرضت على أوكرانيا تجهيز نفسها بمعدات جديدة من الشركات الألمانية بمبلغ 300 مليون يورو تدفعها الحكومة الألمانية